الهوس بالمشاهير ظاهرة قديمة قدم الأزل ودائماً هم بيبقوا بالنسبة للشباب هم القدوة الموضوع بيبتدي بقصة شعر بندارة، بلبس، بشكل حتى بطريقة كلام، حتى بإفه بتقال في المسلسل الأمر ده بالنسبة للمراهقين طبيعي ولا مش طبيعي، خطر ولا مش خطر إمتى نقول إن ده خطر وإمتى نقول إن ده شيء أمر طبيعي ومعتاد أنا بتمثل حد أنا معجب بيه من المشاهير لحد فين هو ده السؤال يعني زي ما حك قلت طريقة لبسه وطريقة كلامه إفه معين بقدارج ما بين الشباب أسلوب في التعامل زي ما كان عاد الإمام وسعيد صالح في الأجيال الأديمة دلوقتي بقى عندنا ممثلين آخرين هم اللي واخدين الترند بنسبة للذكور عندك محمد رمضان والقصة شعر بتاعته ده اللي بنشوفه حتى ساعات في العيادات إلى آخره فأنا بقلده لحد فين لأنه الممثلين دول كمان بروح يعملوا أدوار مغيرة لشخصياتهم يعني هو ده مش شخصياته الحقيقية إنه هو طالع بلطاجي أو بيتعطى مخدرات أو بيعمل اللي بيعمله كجزء من شخصية بيمثلها فهنا فيه خطورة لأنه لو اللي بيقلده مراهق أو طفل مشواعي لتباعات ده فده كارسة بقى إحنا دخلنا هنا في أنه لازم الطفل عنده ولع شديد أو مرتبط جدا بفنان معين لازم أبتدي قرب منه كأبوه أو أمه وفهمه إنه ده تمثيل وإنه مش بضرورة شخصية الفنان ده بالشكل ده علشان ما أفاجأش إن ابني داخل في أمور خطيرة صحيح بحجم الموضوع يعني أو بديل يعني عندنا مثلا كان جزء كبير جدا من شغلنا وإحنا بنحاول نشتغل على الحملة القومية للحد من التدخين من هذه المادة الخطيرة جدا اللي هي من أكثر المواد إدمانا وهي السجاير والشيشة إلى آخره وإنت قاعدة بتشتغلي على المتيريال دي مع طلاب المدارس كان مهم جدا ومش بس في جمهورية مصر العربية حتى عالميا يعني أول ما تعملت بعض دعاية بدون ذكر أسامي لأحد البرندات السجاير المشهورة كانوا بيستخدموا جيمس دين ممثل شكله يعني ذكوري جدا ومثير جدا سواء للذكور أو للستات يعني كل رجل نفسه يبقى شكله عمل زي الممثل ده وكل ست نفسها ترتبط بالممثل ده فده في منطقة الخطورة لأنه بيبيع منتج له أثار سلبية على الصحة من خلال أنه بيستخدم حد أتراكتف قوي حد جذاب جدا للجمهور بيسوق المنتج عن طريق ناموذج محبب أو شكل محبب بالضبط وبرضو النقاط بيتطرقوا كتير جدا للأفكار دي نقاط التمثليات والسينما أنه في منطقة الخطورة أن أنت بتروج لفكر معين عن طريق أن أنت بتستخدم ممثل محبوب أو مشهور وأنه أثر ده إيه على سواء الصغارين أو الكبار